سلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج عصرية كاست اليوم الحلقة ستكون مع الكاتبة ست فرح صبري أهلاً وسهلاً بيك أهلاً بيك الله يخليك وسلمك تسلم أنت طبعاً اهتماماتك بالكتابة شفناها بالصفحة ما شاء الله عليش تلتقطين هواية أموره منوعة ليس فقط نوعية واحدة من الدبارتمنت الكتب دائماً لديك كتغوريزة هواية بالموضوع بس بعدين عرفنا أنه أنت خريجة مع الكيمية أي هندسة كيميائية هندسة كيميائية فشون أخذتش الطريق أنه والله أنا حسن أنه يعني مثل أي بنت عراقية تحب أنه هل هيشوفوها مثلاً تفرحهم مستقبلها أنه طب أو هندسة فأنا شدت يعني طبيعية وعادية بهالمجال قلت أنه حدخل إذا ما ضبطت طب أشوف هندسة فمشيت على هالأساس لأنني أعرف همينه أنه الكتابة هذا جانب ثاني من حياتي إحنا همين مهما نقول وللأسف هذا الشيء بالعالم العربي إحنا الكاتب مو شغلة الأساسية أنه هو كاتب يعني مهما كان ناجح العائد إلى ما رح يكون من خلال كتابته أغلب الكتاب عندهم شغل ثاني عايشين عليها وبعدها يجي الوارد من الكتاب يستثمر الوارد اللي أخذه على مودة أنه الكتب بالضبط هو شيء نعتبره إبداعي أكثر من أنه هو أساسي يعني إحنا مثلاً بره لا هو شيء أساسي صانعين علي السينما وغيره من الأشياء بس عدنا لا إحنا شايفيه جزء إبداعي بس فقلت أنه هو موجود جزء إبداعي رح أضل أكتب وبالمرة هذا هو الكارير ماتين مستقبلي أنه هو يروح للهندسة مثلاً نعم وبس انتهي ستشوفين روحك أنه أكثر أنه حد كونين يعني مصبة اهتماماتي حالياً أكثر شيء هي بالكتابة والله الأثنين بالأثنين أشتغل وأكتب لأنه يعني صعب هنا الموضوع طبعاً هو موضوع الكتابة وقراءة الكتب بالعمر هواية ناس ما تقدر تعرف يعني الوضعية لما ما تقدر تعرف أنه شين الأفضلية مرت الكتاب خلنا نقول الأقراءة يكون ناس هواية يقول لك هاني مثلاً خلنا نزل الكتابة نزلة PDF يعني ما يهتمون بالموضوع بس واحد لما يقرأ الكتاب خصوصاً قدامه بصفحات ويكلب بيها لها غير إحساس صحيح يعني شنو الشغلات اللي أنت تحسيها أنه تفرق بين كتابة يعني الأقراءة بالكتاب والصفحات عن الأقراءة بالآيباد خلنا نقول أو بالموبايل هو يعني الناس يقول لك أنا ما يحتاج الكتاب بعد والله أنا ويا الكل أنا من نوع اللي ما موضد فئة معينة لأن أنا أشوف أنه أنا مهم أوصل لك أنت وين أنت مثلاً تحب التايب السريع؟ أوكي أقرأ هالشي الملخص يا عمي أنت تحب أكو ناس تحب التفاصيل يعني أنا عن نفسي من الناس اللي أحب أعيش الحالة كلها اللي هي مثلاً كتاب يكون موجود يعني فيزيائياً أنت تحس به أنت تمسك الورق هاي حالة هاي إحساس هاي أصلاً هو يقول لك يكون دراسة أنه أنت من تمسك الورق رح يتخزن أكثر بذاكرتك فرح تبقى المعلومات اللي قريتها بذاكرتك لما تشم ريحة الورق أنت دت يعني عقلك ده يشتغل الحواس كلها الحواس كلها دتشتغل هاي حالة هاي إذا أنت شخص تحب التفاصيل بس أنت شخص مثلاً تتملل تحب تعرف الزبدة شون هذا اللي يتفرج بنهاية الأسبوع على الملخص من الحلقات الأسبوع ما يحب يشوف مشهد مشهد المسلسل أو هاي بعد أحس أنه هو يعني طريقته وإلى متعة خاصة بس هذول الناس يحبون تفاصيل يحبون الورق يعني هذا ذوق وهذا ذوق ما أقدر أشوف أنه شي أحسن من شي نعم فاهم عليك هاي صحيحة الكلام خصوصاً لما واحد ياخذ مقاطع مثلاً أنه مقاطع من أي شي من أفلام أو من قصص أو من الشي اللي هو اسمه build up اللي هو شنو الأحداث اللي وصلت لهذا الحدث ما هيحس بقيمة الحدث مثل اللي صحيح قراء الموضوع كله صحيح يعني على سبيل المثال أكو مثلاً المخرج اسمه كونتن تارنتينو هذا المخرج أمريكي عنده عنده تقريباً 11 فيلم معروف هو هو كل يعتمد على الكتابة هو دائماً يكتب النصوص إذا واحد يشوف فقط المقاطع عنده المقطع اللي اللي حيشوفه ما هيشوفه أنه مقطع مؤثر إلا إذا أنت تشوف الحبكة كلها اللي صارت لما صارت يعني هاي اللقطة شنو الشي اللي وصل لهذا المكان واحد يحس بقيمة الشيء أكثر يحس بقيمته أكثر يعني كأنه واحد داخل يعني مغامرة بهاي السارفة يعني دائماً هو موضوع الكتابة هس دا نشوفه أنه أكثر شي حالياً دا يعتمدون أنه صناعة الأفلام على الكتب القوية يعني مو الكتب العادية وأكو ناس مثلاً يعني أكو ناس يقرؤون أكو ناس يقرؤون الكتاب وبعدين يشوفون الفيلم لما يشوف الفيلم يقول أنا ما عجبني هاي هواي ناس قراء هاي تشوفون هاي الموضوع شنو تتوقعين السبب يعني ليش دائماً يصبحوا هاي تشي لأنه إحنا من نبدأ نقرأ الرواية نتخيل شخصيات مختلفة يعني مواصفاتنا إحنا بمقاييسنا إحنا يجي صدمك بممثل وخصوصاً أكو مثلاً ممثلين ما يكونوا ضابطين وفاهمين الشخصية مثل ما القارئ مثلاً فاهمها يجي تحسن أنت تتخرب الرواية خصوصاً القراء المتعصبين أنه الممثل خرب الرواية وجهة ثانية أشوف والله لا أنه أكو روايات صعدت لما أنتجوها أفلان أو مسلسلات صعدت المبيعات بكتب صعدت مبيعاتها وأنا أشوف أنه أنا أحس أنه أنا ودأ أوصل نوعاً من الناس أنا معها أنا أحب السينما مثل ما قد ما أحب الكتب أحب السينما وهي فن همينة أحب هذا الفن وأحب هذا الفن فأني حلو أنه أنا ودأ أوصل لهذا الشخص الشخص اللي حبي يتفرج ما يحب يقرأ ما عنده وقت يريد فيلم ساعتين أنطيني الزبدة وأحب الشخص اللي لا يحب يمزج يأخذ كتاب 300-400 صفحة وينعزل ويحس أنه هو بعالم ثاني فأني جمعتهم الاثنين ويجوز هذا الشخص اللي ديتفرج يكون عند حب الكاتب فيروح يقراله أحنا كسبنا قارئ جديد صحيح من عن طريق العمل السينماي واحد كسب قارئ جديد مثل أنه ما كن واحد يضرب أسفر أنا بحجر بالضبط أنا أحس أنه دايما ما كن منافس أو أنه واحد يكسب لا أحنا اثنين كسبانين الكاتب والمتفرج وصلنا على العمل أحس أن اثنين هم كسبانين حلو زين بالنسبة للأصناف مالة الكتب أنت تشوفين احنا كالحضارة العربية والشرقية طريقة الاهتمام مالتنا بالكتابة شوية تختلف عن الأجانب يعني أنا دايما أشوف مثلاً لحد الآن احنا ما عدنا تطور بل مثلاً كتابة الخيال العلمي صحيح مو مثل الأجانب صحيح احنا نهتم بغيره فهي لها علاقة تتوقعين يعني بذوق الشعب أو لها علاقة بالوضع العام أو الظروف الاقتصادية أو أنه السينما العربية ما تقدر تطلع والله كلها صدق ها كلها يعني كلها يعني أول شي لنفترض نحن هي أول شي تبدأ بالجمهور جمهورك المستهدف المستهدف منه جمهورك أغلبها ممكن ما يتقبل نعم الخيال العلمي أو المستقبل أو أنه أشياء خارقة للطبيعة جاي من نظرة عقائدية مثلاً أو أنه هو مثلاً يقول لك تحصداني ما أؤمن بهالشي مثلاً أنت ضد هالشي ضد مبادئه تمام هاي نقطة الجمهور عندك لنفترض تخطينا الجمهور الصناعة مع السينما الإنتاج زيان المنتج هو بعد بزنزمان يريد يحصل فلوس طيب هو الناس اللي حتدخل هم ناس يشبهون الشخص لهذا المتعصب أو اللي اللي ما رح يعجب اللي حيشوفه يقول لك فيلم عربي يمسوي على الفضاء يعني ليش أكيد ما حلو ما رح أدخل آني من الناس يتوز أربيا صحيح أو مثلاً هسا حنا ليش نروح بعيد إذا أقول لك فيلم عراقي جقد نسبة حتى تخل أنت تخل تشوف فيلم عراقي نسبة جداً بسيطة صحيح ما عد ماكو ثقة بين المشاهد بين المنتج المستحبين كل منتج صحيح اي اي وبعدين هو كل دي هو أهمين يريد يكسب فما رح يحط فلوسه بهيج شي والكاتب بعد مثلاً هم يريد يكسب فأني ما رح أططيهم شي هم ما يريدون يشوفوه أو يسمعوه بس أنا غير أحسس أحساسي شي اختلف وحيد حامد إذا سامع به الكاتب سيناريست رائع الله يرحمن اللي هو كاتب إرهاب وكباب وكاتب الإرهابي وعمارة يعقوبيان كاتب عظيم مصري حلو يعني أهم أفلام عادل إمام هو الكتبها فدائماً يكتب قضايا شائكة وقوية وحواراته كلش حلوة فقال أنا ما أكتب أنزل للناس وأكتب لهم أنا خلي الناس هم يصعدون بالحتة اللي أنا فيها وخليهم يتفرجون يشوفون العالم من فوق فكلش حبيت المقولة مالتا أنه أنا طب خلي أجرب أنا أكتب هي تشي وهم يخلي يتفرجون عدلية من منظور خلي يتفرجون بالطبع وهذا الشي اللي أنا دا أحاول أسوي أنا دايماً بكتاباتي يعني أنا كتبت أدي رواية تلاسكية عادية كتبت بالمستقبل جزئين الفين ثلاثة وخمسين حلو مالتي يونيفورسز اللي هو الأكوان المتوازية المتوازية خيال علمي وعراقي يعني كلها دا أكتب على العراق كتبت هسا عندي رواية في بالستينات والخمسينات رواية ريحة هيل بـ 1917 بالبصرة أنا أريد أدخل للأماكن اللي محد دخلها اللي محد الأشياء اللي محد حاجة عنها أريد مكتبة عراقية يمرجع إلنا يعني إحنا قاعدين نشوف وللأسف ما عدنا دايما نشوف حتى المصريين ما شاء الله إنه مثلا أفلامهم تحكي عن الفراعنة وهي شي طب إحنا حضارة رائعة حضارة يطلع منها يا أفلام يا مارفلز يعني صحيح يطلع منها كمية أشياء حلوة بس إحنا هامليها أحس إحنا نريد هالشي محتاجين نسمع مام صحيح يعني كلش كلش مش شوق إنه باتش يعني إحنا مثلا ما بدأنا موضوعنا عن إنه إحنا الخلود إنه بعد خمسين سنة الأجيال الجديدة اللي حتجي تلقى لا تلقى هواي كتب عراقية حتلقى حتلقى الكتب ما حتلقى الناس نفسهم ما حتلقى يعني الكتابة هي اللي حتبقى يعني صحيح هي الخلود بالنهاية أي فيعني إنه واحد يظل يخلي هذا الشي على الموضوع الناس تقراء بعدين بالنسبة لتقلت على الموضوع إنه الحضارة مالتنا حتحنا بهذا الموضوع أكثر الكتابات عاشت إيديش إنه أنت يعني كتاباتش بالمستقبل بال2053 أو بالمولتيفرس اللي هو الكوان المتوازي بالنسبة للمشاهدين ما يعرف الموضوع يعني مثلا كون متوازي يكون بواقع يختلف عن واقعنا بس بنفس النمط يعني هو هذا هو أنا هذا سويته إنه مثلا الرواية أخذتها هي جزئيا العراق 2003 شانت النقطة فإنت عندك لو ما صاره 2003 حيكون بلد أمان وحلو وما بيحروب وكمل حيكون بلد خرافي أنت قيسة ل2053 وروبوتات وأشياء بدون أي حرب وقيسة أنه الأسوأ وسيطرة الداعش حيكون بلد متخلف ماكو مدارس المرأة رجع نظام الجواري يعني مستقبل سوداوي والواقع يعني سأني سويتها ثلاث أكوان فأنت مثلا شخصيتك اللي بالكوان السيء شون جينت حتكون ما رح تكون متعلم مثل هسه ممكن تكون ميليشيا أو مادرشين أو ممكن شوفش قاعد تسوي بالعالم الرائع اللي البلد يوفر لك كل شيء اللي تلقى أمن وأمان ودعم ودعم مادي حتى أنت ممكن هسه صاحب قناة لنفترض شخص فعال بالمجتمع بالضبط أيه فالعالم الواقعي هو رغباتنا إحنا الخير والشر أكو خير وأكو شر أكو ظروف سيئة بس أكو أصرار أكو شخص يريد ينجح أكو توفيق رب العالمين وغيرها وغيرها من مسببات النجاح فالشخص ينجح حولو فيعني أنت شون سويتيه أنه مثلا طرفين متباعدات خير وشر وبالعالم اللي بالنص اللي هو العالم الثالث اللي هو العالم مالتنا اللي هو به اثنين ممزوجات سوية يعني هذا الشي أحس أنه خلنا نقول الفكرة مالتة ما أدري إذا هي نفس الفكرة اللي بالبالي بس أنت تتحالي أن توصلين فكرة أنه خلنا نقول إحنا البشر بالنهاية كلنا داخلنا بالبداية هو فطرته زينة بس ممكن الظروف هي اللي تخلي الواحد يتغير بقب الظروف هي اللي يتغير الواحد وهذا كتاب يعني مع أنه خيال علمي بس الفكرة مالتة أنه الفكرة هي كلش فكرة نبيلة يعني على الموضوع زينو ككتابة أنت هسذا تشوفين بالوطن العربي الكتاب أكو يعني كتاب أقوى من قبل هل أكو ازدهار بهذا الموضوع لو قبل فترة كانت الوضع أحسن منه والله نحس حتى دايما من يقولون أهلنا يقولون أنه إحنا زمننا كنا نقرأ أكثر غير عن هالجيل من وجهة نظري أشوف هالجيل يقرأ أكثر منها قبل ليش؟ لأنه أنت قيس أنه زمان مشان أكل مغريات والأشياء المتاحة للشخص مثل ما هسه هسه أنت العالم بين إيدك تماسك موبايل العالم كله بين إيدك فإنه الشخص هسه هو قرر يعوف العالم يمسك الكتاب على الموضوع يقرأ الكتاب قبل شانا وكلها أو لازم؟ ما عنده غير حل الليل طويل ماكو شسمة ماكو أي وسائل ترفيه فمضطر أنه هو يقرأ لا هسه اختياري يعني حتى هسه ما شاء الله من جيت بغداد ده أطلع مول أروح مكان الناس تعرفني أنا كاتبة ويجوني تصورون أنت قيس أنه هاي شهرة كاتب يعني هاي شيء كل الشبير ناس تذكرك تتأثر بيك أحس أنه لا إحنا جيلنا كقراء أحس مبدعين يعني أنهما اختاره وأنهما يقرأ بشغف ده يقراها بشغف واختيارهم وأنهما يريدون يريدون شيء مختلف صحيح يدورون عن شغفهم بطريقتهم وده أشوف أنه الكتاب همين ده يحاولون بدليل أنه همين مثل ما ده نحكي عن صناعة السينما بدليل أنه عندنا أحمد مراد اللي سوان الفيل الأزرق أو سوان كيرا والجن اللي هو فيلم عمال قوية جدا عمال قوية اي صحيح زين أنت برأيك أنه حتى هو موضوع لك رايخ اللي نقول قبلها الناس هسا بهاي الفترة هواي منهم متعود على الفيديوهات الشورت يوتيوب صحيح الفيديوهات اللي بالفيسبوك يقعد يقلب صحيح هواي ناس علماء يقولوا أنه هذا السبب لأنه الناس بدأت تقرأ فبهذا بعدين شيء يقدي يخلي الواحد يصير يصير عنده في حالة اللي هم يسموها ADHD اللي هي فقدان التركيز اللي احنا دلنشوفها هواي موجودة هسا حاليا العلاج مالته هو أنه واحد يقرأ لأنه حتى واحد لما يقرأ إذا شون قلنا 300 صفحة 400 صفحة لما واحد يقرأ 300 400 صفحة حيصير عنده دماغه تدريين الدماغ يعرف يتأقلم هي الوابعية هيصير عنده تركيز أكثر صحيح ففقدان التركيز هسا حاليا يقولونه يعني أنه إلي علاقة بسبب أنه العالم قامت تتعود تشوف صار كل شي سهل إيه صارت أنه بس يتشي بس ظل قلب على مدهاي يسمون الدوبامين هرمون الدوبامين يجي شوية كل ما واحد صحيح يشوف فيديو زين القراية هي بالعمل ما أنت برأي إنه إذا واحد خلي نقول شخص مقاري كتب غير كتاب أو وصل خلي نقول ربع الكتاب بعدين ورها هل تصير عنده مثل حالة خلي نقول مو إدمان بس اشتياق أنه يقرأ كتب أكثر يعني هل هي تزود هذا الموضوع يعني أنه بمتعة تخلي الواحد بعد يقرأ أكثر لا ومتعة أنه أنا مرح أنام إلا ما أخلصها يعني واني دا أشوف مو بس أنه أنا أعيش القراء حتى أحيانا بثلاثة بالليلة قرر رسائل رسائل فرح أنا حدث منها يمي كحدة أقرأ هي جي واحد مو على بعض أروح مدر شنو أسوي أنا مخي بالكتاب هي هاي الحالة يعني أحس حالة حب أحس علاقة الكتاب بالقارئ حالة حب أنت شخص بعدك ما متعرف عليه تريد هي شي أحيانا لكو شخص يشدك بسرعة فتنشد له أكو شخص لازم تطي فرصة شوية شوية تعرف حلاوته تحاشر أكثر لين ما تبدي تتعلق به بحيث لما يترك يخلص الكتاب تزعل أحس حالة حب تبقى طول الوقت تتفكر بهم شنو داي يصير طب شنو صار أحس حالة كونش حلوة حالة حلوة يعني حلو زين الكتب بالعموم يعني واحد يقدر حتى هو كقارئ هل أنت كقارئة ممكن بعض الكتاب حتى لهو كتابته مرتبة بس يمكن ما تتمنى شويات مثل الأفلام هل هي صح تصير هاي الحالة صحيح يعني واحد كاتب معروف أنت صحيح أنه هو ما استهواني مو شرط أنه يعني أنا هو يكتب ويكون عالميين يعني ناس تشكر بكتابتهم بس أنا مو هذا نوع مفضل يعني أنا قريت له وحلو تمام بس مو نوعيش أنا ما حبيت هال ما لمس شي بداخلي ما عايشني شي معين أنا لدا عيشة علاقة أقول لك مثل العلاقات يعني ممكن ألقى مئة كتاب بس واحد بهم هو اللي يستهويني واللي أبقى أكمل وياه وكاتب واحد أكمل وياه وهي هاي أحس بالنسبة مسؤولية الكاتب أنه نصحة توفيق ونصحة الموهبة أنه شون تجذب أحد وشون تجذب الشخص بالضبط زين والنسبة هي بدت موضوع خلي نقول الفن ويا الكتابة همه هاي ناس يتصورون أنه بدأ ويا شيكسبير مه بدت موضوع الفن ويا كتابة كمسرحيات وهاي الأمور بس هسا بالجديد نسمح منه مثلا الكتابات الهيروغليفية اللي موجودة بالإحرامات كتابة هاي الرسمون يقولك هاي هي أصلا مو زغرفة عادية هاي همين كانت تحتي قصة بالضبط كانت عبارة عن أشعار كانت عبارة عن معتقدات لش إحنا عدنا بحضاراتنا المسلة قوانين إلهية القانون قاعد ينكتب على مسلة نعم حتى هو مؤلهم هو لا هم ما عارفينهم هي إلنا حتى تبقى مثل ما قلنا أنه هي الكتابة هي للخلود بس هي موضوع الكتابة جانا علي إحنا الرواية ابتدت أنه زمن الزمان كلش أيام الفلاسفة وقبل قبل شكسبير تشانت الناس هاي كتب يعني مادة علمية مو محمد الشعب تقدر تستسيغها تقدر تقراها فسووا الرواية اللي هي الرواية أنه أنا حطيك معلومة من خلال قصة من خلال مسرحية من خلال شيء أنت تعيشه ورح تاخذ معلومة لأنه هتنجذب للموضوع فأكيد هتسترقي معلومات خاطب جميع الناس لأنه مو لكل قادرين أنه هم يقرون مادة علمية يعني إحنا جد مثلا كقراء معلومات طبية معلومات عن جريمة عن بلدان من خلال روايات إحنا قاعدين نعرفها وحتى تاريخية حتى أكيد على كلامك بهذا الموضوع أنه أكتب اللي هي يسموهما مساعدة الذات تطوير الذات كتب تطوير الذات حتى بكتب تطوير الذات قائمين مثلا من يكتب لك ما يجي يكتب لك كياب صيغة أنت هيش هيش يسوي لا يكتب لك قصة يعني مثلا ما للأب الغني والأب الفقير صحيح واحد لما يقرأ يعني ترقرأت تتونس واحد يتتونس عليه أنه كاتب لك أنه شون صارت المواقف وطبعا يضيف لها شغلات دراما بالإضافة أنه أمعدهم الشركات ما للبابلشين حتى يرتمون الكتاب بأحسن طريقة ممكنة فتأكيد على كلامك أنه المعلومة واحد يقوم يتلقاها أسهل لأنه هو دا يتونس صحيح ويظل يتذكرها أنه فلان شغلة أنا قريتها بفلان كتاب يعني أنا حتى رواية في قلت لك سويتها عن خمسينات وستينات بالعراق أنه الحقبم والملك فيصل وبعدها عبد الكريم قاسم وبعدها البكر هاي الفترة اللي هي مثلا أغلبنا ناسيها أو مقاريها بالتاريخ فإنت من خلال لحظات تعرف أنه شنو صار وفلان شغلة انبنت بفلان هيتش كأنه البطل أخذ للبطلة للقشلة يقلها هاي انبنت بهذا الوقت قاعد يشرح لها البطلة كانو إحنا أبطال الرواية وقاعدين بعد نتحلم يجوز لو معلومة قريناها ما شانت رح تبقى براسنا بس نحن نقدم رواية من هالشي صحيح زينو بالنسبة للكتب اللي انتي هسا يعني تكتبين شغلات ودت بيها شوية خيال بس بطريقة حلوة هل فكرت انه تسوي فتشي الى علاقة بالسومرية بالحضارة السومرية بس هي اللي شوية موقف انه دراسة يعني انا من اجي اكتب كتاب انا ما قعد هيتش انه خلاص جلت فكرة اكتبها انا اروح اول شي مراجع وقعد ادرس الحقبة كاملة يعني انا مثلا من ضمن الاشياء انه احنا حجينا عن الموضوع انه انا مثلا مترابية من طفولتي برا العراق انا مقارية تاريخ عراقي سياسي مثلا ما اعرف الحكام ما اعرف الحقبة خمسينات والستينات ما اعرف شنو صار ما اعرف اماكن العراق فتشان لازم كلها ارجع لها حتى طلبت اونلاين وما دري جبت كتب حتى اعيش بحيث انه من ناس ده يقروا لي يقولوا لي كأنه تجي عايشة وهي انه لازم ادرسها لانه اي غلطة يعني هتكون مؤذية طبعا لانه بعدين العالم يعني هل راجعون طبعا خصونا اذا الكتاب ينتشر يقولك هاي ممكن صارت هنا حس انه لازم دراسة يعني حتى من نوع من ضمن الاشياء اللي اجي اركز عليها لما ادخل بأي رواية لغة الجسد هو اقرأ لغة الجسد لانه انت اللي قدامك حوار شايف اللي هو احنا نقعد ضمن الاشياء اللي ضحكنا اللي هي مسلسلات قبل مطي تظاهرها وقاعد قاعدة تحكي هو ورات وما كوش اشي بالواقع اشياء موقعية هاي اللقطة دائما معروفة هاي اللقطة وبعدين من يفتر الممثل يفتر الكاميرا تنقلو بالعكس ويطلع الاشياء هاي مسلسلات الكويتية او هما انهما بالبيت واقفين دايح شون سوية تتو بالبيت قاعدين بالصالة ماكو شي واقعي يعني فاني مو من المطلوب مني انه اجي رواية قتلة قللها ماكو هيكي شي انا هيكي حكون مبتدئة صحيح يعني لازم يتحركون يعني احيانا حركة تبين لك مشاعر كاملة يعني اكو حركة اللي هي انا كاتبتها بالرواية انه هو واحد يدخن وينفخ الدخان ماتت للاعلى هاي من احد الحركات انه هو مكتئب زين انا ما رح اقعد دايما اقول لك هو مكتئب هو هيكي سوى بس لانه انت قاري على الموضوع لغة انت يصدر يعني لازم اضبطها انت عندك مثلا تصرفات الشخص المتوتر عصبي يعني ما اقول لك هو كلا يشعر بالتوتر اسوي يقرض بظافرة يفرق ماذا يسوي لازم اركز على هالنقاط لانه مثل ما نسميها احترم عقلية القارئ اللي قدامي نعم وهي شغلات يعني شون قلنا حتى حتى للقارئ اللي قدام الواحد يمكن ما يعرف هاي الامور بلغة الجسد بس اكو امور يعني هي لا ارادية تصار عند الواحد هو صح ما يعرف تفسيرها خلصا موضوع لغة الجسد يعني انه مثلا اكو واحد مثلا تباعي تقول هذا متوتر ليش متوتر ما تقدر تعرفين بس انتي ممكن تعرفين انا ما عرف بس انتي لانه قارئ تقول هذا لانه مثلا ايدها هاي الشكل حتى انت هم تدخيل اتا ما تدخيل هاي شي موجود وبس من احد الاشياء اللي نرجع احنا نربط السينما بال والتأكيد شفت انه انا مثلا بحسابي انه انا حب اصور هوايا احس القارئ اللي اللي صور حلو هو احمد مراد مصور اللي كتب الفيلة زرق المصور القارئ مختلف تماما بكتاباته عن الكاتب العادي لان المصور يطيق زاوية يجيب لك اكو زرعاية منا اكو مدرش شنو منا اكو هاي شي شغلة منا ارسم لك صورة بالضبط مشهد كامل يصور لك اياه اكو طاولة اكو قلم عليها اكو مدرش فانت تخيل هاي كلها يحول لك اياها بكتابة شون تطلع صحيح يعني عجيب هم هذول يعني طريقة مالتهم هذول منهو مصور بس عنده ضافت لها هاي الشغلة ويه الكتابة هاي الابداع يعني اللي هي تصار صحيح لو هي مهارة واحد ممكن يكتسبها وهل كل شخص ممكن يطلع فابداع معين يعني بعمل لو ماكو يشي لا انا اكيد موهبة شوفها شوفها لا موهبة بس لازم تدريب ماكو شي اسمه انو انا اريد طب ما انا انا مثلا اريد انو اصير رائدة فضاء بس اعني شخصية كفرح انا مستحيل يعني بغض النظر عن موضوع انت تقدر وانت كتب تلمية الذات يعني انا مثلا اخاف من السرعة العالية ممكن ضغطي ينزل اكو اشياء يعني فديهية ما رح تنفع تجي وياك او مثلا انا خاطري اصير خياطة خرافية انا ما عارف خياطة اذا اتعلمت اصير اعرف خياطة اساسيات بس ما رح تكون خرافية لانهما عندهم حتى مسكة المقص بطريقة معينة بس هو يعني موضوع انه خلينا نقول يعني هي موهبة كتابه لو موهبة الخيال والابداع هي اللي تجيب كتابه هل كل واحد عنده خيال وابداع يقدر يشركاته احنا كنا عندنا خيال ها الكل عندنا جميع عنده خيال بس انه منه اللي يقدر ينقل خياله ويحطه على ورق ويعيشك اتا يدخلك بخياله نعم صعبة حالة صعبة يعني انا عندي اشياء اعدي اشياء هواي بخيالي زي انت شون حتعرفها وشون حتشوفها مثل ما انا شايفتها خصا خيالنا ترى عالم لا متناهي هنا انا اكو طبعا عالم اي فالتشون تدخل هالعالم وتشوفها مثل ما انا اشوفها ولهذا هو اصلا يعني مستحيل مثل ما قلنا انه لما يسوون عمل سينمائي الشخصية معينة لازم الكاتب يضوج لانه كل لازم القراء مع الكتاب يضوجه لانه كل واحد هو متخيل متخيل غير شي صحيح اي اكو فد حالة همينها انه كناس تقرأ يعني هذا اخر سؤال طبعا قبل ما اختم الحلقة بس انا شايفة كناس اصدقاء يقرون كتاب ويمشون على حذافيرة بس انا اشوف هذا الشيح انا مو صحيح يعني مثلا الكتاب خصوصا التطوير الذات مهما كان انا اشوف الكاتب هو نفس اللي يكتب الكتاب دايين يقل وجهة نظره هو للعالم مو شرط هذا الشي اللي دايين يقوله هو يطبق يمنا مثلا يعني مثلا هايا مثلا اكو حجايات الدستوفسكي اكتشف ما تحب ودعه يقتلك مثلا يعني هو هذا دايحتي هو رأيي الخاص فانتي شو رأيت يعني بالمواهل كتب التطوير الذات خلي نقول بالصحيح يعني بالعموم تطوير الذات هي دائما نصائحهم صحيحة لاني دا نشوف ناس دايين يصيرون بحلقة مظلمة بهذا أنا دايما أنا نظرتي بالحياة أنا مو بمكانك أنا ما أقدر أفتي أو حتى أعطيك نصيحة أول شي أنا ما تربيت ببيتك أنا ما عايش العيشة اللي أنت عايشها أهلك من شبهون أهلي يعني أنا دايما حتى أنه أكو ناس تدين فلان وهيجي وهيجي سوى أنا ما نحطيت بظروف وحتى أنه هلا أنا لو نحطيت بظروف وحسوي جوزة سوي نفس التصرف قاعدة أنا أنظر وأقول هذا غلطان وهذا ما يصير هجي يسوي لا هو أهل ربو على شي أنا تربيت على شي ثاني همينا القدرتنا أنه نحن نتغلب على نفس الأمارة نقول أنه أنه أصارع نفسي وأنه شلون أنا حقدر مثلا أنت تقدر تبتعد عن الغلط أنا ما أقدر نفسي ضعيفة وهي هاي المقاومة صحيح هي هاي الاجتهاد قدرتك أنه تتمنع نفسك عن الأكل أنا لا أحب الأكل هاي ما أقدر فإنه إحنا هما دايما يحطوها حتى أكو أشياء يعني ما يراعون المجتمع أنه سوي وروح وتعال مثل ما قلت بس إحنا ما نقدر مثلا صحيح فعش تيدتش يعني واحد لازم دايما نحط روحها ببكان المقابل على مد يشوفوا وجهة نظرها صحيح فأنا أشكرت جدا على هاي الحلقة الحلوة وتونسنا وياك بالكلام تسلام أشكركم مشاهدين على تابعتكم للبرنامج ويشوفكم على خير اشتركوا في القناة